معي الاستاذ اسلام من الاسكندرية. استاذ اسلام. ايوة 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 شيخنا. اتفضل يا سيدي. اه كل سنة انت طيبة شيخ. وحديك طيب وبصحة وبسلام. اه اه شيخ لو سمحت بس انا كان عندي اه والدي عنده تمانين سنة. ام. وادروقتي يعني بقى عنده نزل زيمر عالية بيمسى. احيانا بيفتكر. ام. بس في الاغلبية النسيان بوت وحركته بقت صعبة جدا. يعني عايز لما يجي يوعد حد يشيله وشيله عشان يقومه. يدخل الحمام عشان خطر يتوضى. هو الناس اصلا الوضوء. اه انت عارف ان بعض الاحيان الحاجات الاساسية في حياته هو بينساه. ازاي ازاي ياكل مثلا. ساعات بينسوا ازاي ياكلوا. ازاي يقضي حاجته. ازاي ازاي هو لو حصله بعد الشر ان شاء الله ما يحصلوش كل الكلام ده. بس في حاجات اجراءات اساسية بينساه. اه الاجراءات الاساسية. يدخل يدخل حمام يعني منوضح حضرتك يا شيخ. يعني ممكن لو هو مسلا ما يعرفش لو هو مسلا ايه يعني. صح ان هو يروح ناحية القعدة ويعملك اهه ممكن ما يكون ينسى ده كل. ما بيعرفش ينظف نفسه كويس. طي. سؤال حضرتك يا سيدي. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب له تمام الاجر والعافية يا رب يا رب يا رب يا رب واحفظه ويجعله في مأمن ويجعله في سلام. قولي بقى سؤال حضرتك يا سيد اسلام. اه من نسبة للصلاة. احنا سيد اسلام ارجوك ما تضغطش عليه. وراء الراجل هو دلوقتي في في ملكوتي مولاه سبحانه وتعالى. انت ما تضغطش عليه. اتفكره بالصلاة. افتكر. لان احنا ممكن في بعض الاحيان بنعزبه على فكرة. انا مش اقول لك ان هو ما بقاش مكلف. ما اقدرش اقول كده. لكن دلوقتي لان هو واضح ان ان الزهيمة المش مطبق ده ايه ده متقطع. فعشان كده ايه اللي حاصل. انت هتفكره بما تستطيع. تقول له ام يا باب صلي. يقول لك صلي طيب. فتجي بعد كده تقول له انت صليت. ممكن يقول لك على فكرة انا صليت. وانت قعد جنبه وانت عارف انهم ما صلاش. فايه اللي حاصل سنتعامل معهم بلطف. مش لازم اقومه. واخليه كزا 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 كزا. واخليه صلي. فهو ايه ازا وصلنا للحالة اللي احنا فيها دي. بالسهالة كده. لان في بعض الناس عندهم شوية تعب نفسي. يقول لك لأ نعلمه من جديد. ونغيره. وانت لازم لازم تصلي. لازم تصلي ويه اللي حاصل. يقول له. عارف انت زي ما بقول للطفل اللي هو لسه مولود بقول له ايه. اتكلم. اتكلم ما بتكلمش ليه. هو مش قادر تكلم. فالزايك احنا نعمل ايه? لا يكلف الله نفسا الا وسعه. ده وسعه. هنذكره بالصلاة. وانساعده اذا طلب مننا مساعدة. وبس. يبقى هنذكره بالصلاة وانساعده اذا طلب مساعدة.